السلام عليكم والرحمة الله ومشاهدكم سوف نقوم بخلات سوف نعطيه بقى و في المناسب مطلوب من ميت ثم نضيفه بقى و خلطه سوف نضيفه بقى من مياه ومكعب ماجي او لو عندك مكعب ماجي و شوية ملح و هدنوحها غلينها ومسقطنها مع بعض اهو نخرط مع بعض الملوخية ممكن تخطي معاها وانت تخرطي وانت تخرطي عرن فلفل اخضر بيديها طعم حلو جدا كما دلوقتي خرطنا مع بعض الملوخية خلصناها اهو ما بخرطهاش انا ناعم قوي عشان ما تسودش معاها وحطيت اه مكعب ماجي في المياه في كباية مياه بس على النار و هنضيفها دلوقتي جبت كباية مياه معايا وحطيت فيها مكعب ماجي ممكن انت تخطي فيها نص معلقة منح ونص معلقة سكر ده بيخليها فترة طويلة ويحافظ عليها كمان على خضرها هنحطه زي ما انتم شايفين كده هنفضيه واندوبه احنا بس عايزين ندوب المقدار بتاعنا وهنضيف على الماء على طول عشور بدي بالمضرب كده معانا شايفين تقيلة ازاي انا بس عايزة مادة كده عشان تحفظها هاسيبها دلوقتي تبرد بس اقلبها كويس عشان ايه ما تبقاش مكالفة كده بعد ما بردت وفرزتها حطيتها في الاكياس وقفلتها من هنا اهو قفلتها جبت فوتة خفيفة وحطيتها من تحت وفوق وكويت عليها والاكياس اتقفلت انا بطبقها كده عشان تبقى فوق بعضها في الفريزر في الفريزر بخطوم فوق بعض كده بيفضلوا زي ما هم دي بقى على قد الاكلة يعني احط بس هغلي نص كباية شربة وروح ايه مدوبها فيها وبس واعمل الثوم بتاعه يلا ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكو تستفادوا منه السلام عليكم